ما تيجوا نقول الحقيقة عايزة أقول لكم إن في ناس كتيرة جدا خاصة في القريف لما ابنها بيتوفى وتبقى امراته أرمالة بنعمل إيه بنجوزها أخوه عشان العيال يتربوا معانا وزيتنا يبقى في دقيقنا وفي ناس تانية بيشرطوا عليها كده على أرمالة ابنهم إنها لو هتتجوز حد تاني لا سيب لنا أولاد ابننا إحنا اللي هنربيهم مادام مونة صاحب القصة النهاردة موضوعها مختلف شوية وعايزة أقول لكم إن هي كان بتتفرج على حلقات قصة حقيقية وسمعتنا في حلقة وإحنا بنقول إنه مش لازم الأرمالة تدفن نفسها بالحياة بعد وفاة جوزها وده حقيق عشان بعد كده مجيش تقول أنا ضحيت وأنا تعبت وأنا ربيت وتحمل مسؤوليتها في كل حاجة وتضحيتها على أولادها بس مادام مونة إحنا ما قلناش إن هي تشوف حياتها في السر والله ما قلنا كده عمرنا ما هنقول كده ولا إن هي تتجوز أخو جوزها من وراء الناس لمجرد إن هي مش قد المواجهة إحنا كل اللي قصدنا بكلامنا إن هي تشوف وحد ابن حلال يكون بيحبها ويكون ظروفه زيها من غير ما تيجي على إيه على ناس تانية زي مثلا يكون أرمال زي حضرتك مطلق أو حتى ما تجوزش قبل كده تكوني أول واحدة في حياتي ودي حاجة حلوة بس أنا مش مع فكرة إنه أنا خلاص لقيت الحد المناسب في الوقت الغلط مش عكس مع كده الإنسان الصحي بيجي في الوقت الصح أو إني مضطرة أعمل حاجة في السر لإن المجتمع والظروف مش هيساعدوني وأبقى عيشة خايفة لأ اللي بيعمل حاجة صح دازم يكون مستعد إن هو يواجه بيها العالم كله مش خايفة يا إما يبقى بيعمل حاجة غلط مش قد المواجهة وعشان إحنا ما نقدرش نحكم عليكي وإحنا هنا ما بنحكمش على أي حد بعط لنا قصة في قصة حقيقية بالعكس إحنا بنفكر معاكو بصوت عالي أنا هسألك كام سؤال تعالي نتكلم بالراحة وإجابتك عليهم بينك وبين نفسك كده هي اللي ممكن تساعدك إنك تخديق قرار أنت قلتي مستحيل تقدري تتجوزي أخو جوزك لإن مراته صاحبتك جدا صاح وعلاقتك بيها كويس غير إن أنت مش هتقدري كمان تتحملي مواجهة ابنك طب ولاد جوزك طب يا طرى هتعملي إيه بقى لو تجوزتي أخو جوزك اللي هو عم الولاد في السر كل الناس عارفوا إنكم متجوزين هتعملي إيه ساعد إحنا شفنا كتير ناس كانوا متجوزين في السر عاملين كل احتياطاتهم بقى عشان الجوازة دي ما تتعرفش وفي منهم اللي واللهي أنا بحلف لك أهو كان عنده نفس البونطلان اتنين نفس الشميز اتنين الكرافات اتنين واحدة عندي دي واحدة عندي دي واللي بيجي بيه بيروح بيه عشان حتى لو توسخ يعرف يلبس التاني تقفش وفجأة نلاقي ظرف بيحصل ولا كان في بالنا والموضوع بيتعرف زي مثلا إن الزوج تعب لقدر الله توفى وهو عند امراته اللي ما تجوزها في السر كارثة أو ممكن يبقى مليون احتمال تاني ما حدش ممكن يبقى حطه في دماغه أو بيفكر فيه فجأة بيحصل كل حاجة بتتعرف ساعتها بقى الستة الجميلة اللي عندها 44 سنة اللي بتشتغل شغلانة حلوة اللي السنة مش باينة عليها وعارفة نية في كامل قنصتها هتتصرف ازاي طب هتواجه ازاي طب هتقول لمرات أخه جوزها وعياله وعيال جوزها وابنها ايه طب فكرتي بقى في صدمة مرات جوزك فيه وفيكي طب هي ممكن تعمل إيه ساعتها إيه اللي ممكن يحصل ليها وليكي طب فكرتي بقى في ولاد جوزك طب رد فعلهم هيبقى إيه ناحيتك ناحية ولادك بعد بقى ما هيبقى في نظرهم انتي الست اللي خطفت باباهم مش مرات عمه طب ولاد جوزك رب تسيهم هو بقى يعتبروكي انهما أمهم هيفضلوا برضو شايفينك مامتهم الحلوة المحترمة الجميلة اللي تعبت عشاننا بعد ما تتجوزي عمهم في السر طب ابنك اللي خلفتيه بقى من جوزك الأولاني هيحصلوا ايه بعد كل ده ده ترومة كارسة هيحصل كارسة صدمة هيفضل عايش كده في أمان طب هو هيعمل ايه مع عائلته التانية أخواته وعائلته هيا مونا انت قد الاحتمالات دي كلها احنا برضو زي ما بنفكر في مشاعرنا والقارات اللي هتريحنا والحب بنزل علينا فجأة بنفكر في العواقب اللي هتيجي وارا الكلام ده نشوف انا قد اني ادفع التمن ده ولا لا قدوا اعمليها وفي العلن لو هي وفقت مش قدوا وسمعتي معايا كمان نصيح دكتور امل فالفقرة اللي فاتت اشتركوا في القناة